بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبناء الطلاب وأبناتي الطالبات في برامج التربية الفكرية في هذا اليوم المبارك نبدأ معكم بمشيئة الله تعالى درسنا لهذا اليوم باستعراض اللوحة التعريفية للدرس أولا الصف والمرحلة الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان الله الخالق اسم المعلم محدثكم من أستاذ محمد القرني نبدأ على بركة الله التعليمات الهامة للدرس التي نرجو من خلالها من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب المدرسي والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد لبداية الدرس الهدف العام من هذا الدرس أولا أن يعرف الطالب أن الله هو الخالق العظيم لكل شيء أن يعرف الطالب أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم لكل شيء الأهداف الخاصة أن يعرف الطالب أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء الله هو خالق كل شيء ثم أن يعرف الطالب بعض من مخلوقات الله عز وجل بداية يا أبنائي في استعراض اللوحة الشريحة التي أمامكم في الكتاب المدرسي في طلب رتب البطاقات التالية لتكوين جملة مفيدة رتب البطاقات التالية لتكوين جملة مفيدة ثم أعطانا في المربع الأول الله ثم خالق ثم كل شيء نريد أن نرتب هذه الكلمات حتى تكوين لنا جملة مفيدة الله خالق كل شيء بهذه الطريقة الله خالق كل شيء إذن الله أولا هكذا الله خالق ثانيا أحسنتم الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء ثالثا كل شيء إذن أصبحت بهذه الطريقة الله خالق كل شيء الله أحسنتم الله خالق كل شيء نكتبها في الكتاب المدرسي لديكم الله تصبح بهذه الطريقة خالق أحسنتم الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء أحسنتم بارك الله فيكم إذن تصبح الله خالق كل شيء هذه جملة مفيدة تدل على درسنا لهذا اليوم الذي هو بعنوان الله الخالق إذن الله خالق كل شيء خلق الإنسان وخلق الحيوانات وخلق البحار وخلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض إذن الله هو خالق كل شيء أي مبدع هذا الكون وهو الذي ابتكر وخلق هذا الكون على الصيغة التي هي عليها بصفة عامة الحيوانات والإنسان والسماوات والأرض والبحار والجبال إذن الله سبحانه وتعالى من خالق كل شيء خالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى في النشاط التالي لون جملة الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء كما تشاهدون لديكم يا أبناء الآن نأخذ الألوان ونبدأ في تلوين الجملة التي أمامنا الله خالق كل شيء أحسنتم الله نبدأ جميعا الله أحسنتم بارك الله فيكم الله أحسنتم الله خالق أحسنتم الله الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى خالق كل شيء أو موجده من العدم إذن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ونحن من هذا الكون أحسنتم أحسنتم الله خالق كل شيء أحسنتم بارك الله فيكم جميعا أنتم إذن يا سلام إذن نخرج بهذه الألوان الجميلة التي أنتم لونتوها في الكتاب المدرسي لديكم أحسنتم إذن الله خالق كل شيء إذن نعلم من هذا الدرس بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن وخلق الجبال والبحار وخلقنا جميعا إذن الآن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في الشريحة التالية بعض من مخلوقات الله عز وجل ما هي هذه المخلوقات التي نشاهد في الصورة يا أبنائي أحسنتم في الصورة خلق الله الجمل والجمال بصفة عامة والحيوانات بصفة أكثر إذن الله خالق الجمل الله خالق الجمل الله سبحانه وتعالى خلق الجمل أحسنتم هذه الصورة صورة ماذا صورة الجمل صورة الجمل هذا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلق الجمل وأيضا في الصورة التالية ماذا خلق في السماء نشاهده دائما كل يوم في المساء خلق الله ماذا خلق القمر أحسنتم خلق القمر وخلق الشمس وخلق النجوم إذن الله خلق كل شيء هذه بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأيضا نشاهد النخيل والأشجار والنباتات بصفة عامة هي من مخلوقات الله عز وجل إذن الله الله خلق النخلة الله خلق النخلة أحسنتم وخلق النباتات نشاهد دائما في الحدائق نشاهد هذه الأزهار ونشاهد هذه النباتات بصفة عامة تنمو عندما تكتمل لها عناصر النمو بقدرة الله سبحانه وتعالى وهو الذي يخلقها على الشكل الذي نرى وأيضا من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو الإنسان خلق الله الإنسان كما تشاهدون هذا الطالب الإنسان إذن الله سبحانه وتعالى خلق أيضا الإنسان خلق الإنسان هذا إنسان والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأبدعه على الصورة التي نشاهد دائما في أجسامنا نشاهد الله سبحانه وتعالى خلقه فينا نحن كبشر فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له هذه الأجهزة في الإبصار وفي الحواس الخمس كاملة وفي جميع جسد الإنسان نستطيع أن نحرك أيدينا وأرجلنا بقدرة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وأعظم هذه المخلوقات التي كرمها على العالمين هو الإنسان إذن أيضا في الصورة التي نشاهد خلق الله خلق الله الغيوم والسحب في السماء خلق السماء هذه الغيوم التي نشاهد أمامنا هي من خلق الله سبحانه وتعالى أحسنتم بارك الله فيكم إذن هذه الغيوم التي نراها في السماء وتسير كما نشاهدها هي من خلق الله سبحانه وتعالى عندما يصخر هذه الرياح وتحمل معها هذه السحب الأمطار وتحمل أيضا معها البركات والبرد الذي ينزل من السماء فأيذن هذه من خلق الله سبحانه وتعالى إذن يا أبنائي نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهذه بعض مخلوقاته تدل على عظمته سبحانه وتعالى إذن في النشاط الذي يليه كما نشاهد أيضا بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى منها كما ذكرنا الجمل والنخيل والنهر والرمال والصحراء وهذه وهذه الطيور التي نشاهد فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وخالق كل ما نراه في الكون من هذه الكواكب وهذه المجرات فالله سبحانه وتعالى إذن عظيم عندما نرى عظمة هذا الخلق وهذا التكوين لما خلقه سبحانه وتعالى نعلم أن هناك عظمة للخالق عز وجل في نهاية درسنا لهذا اليوم نأمل من الجميع أن يعي أن يجب عليه متابعة القناة التعليمية ومراجعة الدروس مع والديه إلى أن نلتقي معكم جميعا في الدرس القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته